قناة سقور الجو العربية تحييكم وتقدم لكم عملية تنفيذ واجب استطلاع جوي فوق أراضي الكويت قبل الثاني من آب عام 1990 من قبل قائد طائرة الميغ 25 الاستطلاعية PD وبموافقة السلطات الكويتية في حينها بعد أن خرج العراق من حرب الثماني سنوات مع إيران منتصرا تلك الحرب التي استنزفت الموارد الاقتصادية والبشرية للطرفين وبعد توقف الحرب كانت القوة الجوية العراقية بأوج عظمتها وقوتها وتكامل أسرابها بدأ العراق باسترداد عافيته وإعادة إعمار البلد ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن إذ كشف مؤتمر القمة العربية المنعقد في بغداد بتاريخ الثامن والعشرين من آيار عام 1990 عن انتهازية دولة الكويت إذ استغلت وضع العراق أثناء الحرب بدأت تحارب العراق وتستنزف موارده الطبيعية وتطالب بديون لا يستطيع العراق تزديدها في تلك الفترة وفي رسالة ضغط سياسية عراقية للكويت بعد تدخل أطراف عربية من أجل تسوية الأمور العالقة بين البلدين وحل الخياراً ضيو خبرة عالية لتنفيذ واجب معين دون الإفصاح عنه عندها تم اختيار المقدم الطيار سين لتنفيذ الواجب بالاسم حيث كان يتمتع بإجازة دورية مع عائلته في إحدى المحافظات وبلغ بالالتحاق فوراً للقاعدة من دون معرفة الأسباب والحديث للطيار سين طائلاً قمت بقطع إجازة الدورية والالتحاق إلى قاعدة الحبانية وعندها وجدت طائرة هاليكوبتر بانتظار فور وصولي كان هذا الموقف المفاجئ يبعث على الريبة والشك وأسئلة راودتني عن سبب الاستدعاء وليست هناك حرب ولا واجبات والعراق في حالة سلم المهم ركبت الطائرة وشعرت ببعد المسافة بين الحبانية وبغداد من كثرة التفكير بما ينتظرني وصلت إلى قيادة القوة الجوية وتم تحديث الإحداثيات على الخريطة وحفظ النقاط وإتلاف الأوليات بعدها وطلب مني عدم البوح بأي معلومة عن طبيعة الواجب حتى إلى آمر الجناح أو آمر القاعدة وتم اختيار طيار ثاني مرافق لي إلى مكان معين يعود بعدها إلى القاعدة بعد عودتي إلى قاعدة الحبانية وقع الاختيار على النقيب يوسف كطيار يرافقني بالواجب تم إيجاز الطيار يوسف بتفاصيل الواجب وما هو دوره في تلك الطلعة كانت تفاصيل تنفيذ الواجب كما يلي الطيران بتشكيل من قاعدة الحبانية الجوية باتجاه قاعدة الناصرية عند الوصول إلى الناصرية يضغط قائد التشكيل الضغطتين على جهاز الراديو فيقوم الرقم اثنين بإعطاء اتصال خارجي إلى القاطع والسيطرة بأن لدى قائد التشكيل عطل بالراديو ومنظومة القيادة ويكررها عدة مرات وتقوم القيادة بطلب من الكويت بأن طيار ميك 25 لديه عطل بمنظومة القيادة سوف يمر من فوق الكويت بارتفاع عالي وبتاريخ 30 تموز عام 1990 وفي الساعة العاشرة صباحا أقلع تشكيل من طائرتين ميك 25 بقيادة المقدم الطيار سين والنقيب الطيار يوسف من قاعدة الحبانية باتجاه الناصرية بارتفاع 5 كيلومتر وعند الوصول إلى الناصرية ضغط قائد التشكيل على جهاز الراديو ضغطتين فاستلم رقم اثنين الإشارة المتفق عليها وأخبر القاطع بأن قائد التشكيل لديه عطل بالاتصال الرادوي ومنظومة قيادة الطائرة عاد الرقم اثنين النقيب طيار يوسف إلى قاعدة الحبانية حسب الاتفاق بينما تسلق قائد التشكيل إلى ارتفاع 20 كيلومتر وبسرعة 1.5 ماخ باتجاه الكويت والدخول من الحدود العراقية الكويتية تم تشغيل الكاميرات واستطلاع أفقي وعمدي لجميع أراضي الكويت والحدود السعودية واستطلاع قاعدة الظهران وحفر الباطن والدول المطلة على الخليج العربي من دون أي اتصال وفي هذه اللحظات اتصلت القوة الجوية العراقية بالقوة الجوية الكويتية لإخبارهم بوجود طائرة عراقية بارتفاع عال عاطلة مرت فوق الأراضي الكويتية تم إكمال الاستطلاع كاملا إذ تم إبلاق قائد التشكيل بأن الواجب لا يحتمل الخطأ والإعادة للاستطلاع وضرورة تنفيذه حينها تم إكمال الواجب والعودة والنزول في قاعدة الإمام علي عليه السلام قد يجادل البعض في المبررات لهذه العملية سيما وإن دولة الكويت قد تم إعلامها لكن هذا الواجب الاستطلاعي كانت له الأهمية الاستخبارية واللوجستية والعسكرية في الوقوف على آخر التطورات حول العراق وهذه سياسة تتبعها بلدان ذات تفوق عال وذات سيادة على أراضيها لحمايتها من محيط مضطرب فقد كانت لهذه الصور الاستطلاعية الأهمية الكبرى في معرفة ما يدور على أرض الكويت آنذاك تحية لكم يا رجال القوة الجوية العراقية الباسلة لقد صنعتم من بطولاتكم دروسا بالغة في العزيمة والمآثر والقوة والتفوق جعل أعداء العراق حولكم يحيكون المؤامرات لإطفاء شعلة التقدم والتطور في بلدكم لكم منا كل الاحترام والتقدير والمجد لكم والرحمة لشهدائنا الأبرار مع تحيات قناة سقور الجو العربية اشتركوا في القناة